سيطر مقاتلو قبيلتاي بكيل المير وهمدان في اليمن على جبل تويلق في السعودية المطل على مدينة الخوبة السعودية والقرى المجاورة في منطقة جيزان من ناحية صعدة أتى ذلك بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش السعودي وفق ما أفاد به مراسل الميادين مضيفا نقلا عن شهود عيان أن عربة عسكرية سعودية احترقت بالقرب من حديقة مدينة الخوبة المدفعية السعودية قصفت المناطق التي تقدم إليها مقاتل القبائل داخل الأراضي السعودية غير بعيدا عن المكان تدور اشتباكات وعمليات كره وفر في بعض المواقع السعودية قرب جبل جحفان في الخوبة ومدينة الرديف